إذا علمت أن خط يمر بالنقطتين سالب 1.6 و5.4 جد معادلة هذا الخط يمكنكم حل التمرين دون استخدام الرسم ولكنه يساعدكم على الحل لذلك أرسموا مستوى إحداثيا هذا المحور الأفقي X وهذا المحور الرأسي Y حددوا النقطة الأولى التي لديكم سالب 1.6 هنا سالب 1 على المحور X ثم 1, 2, 3, 4, 5, 6 على المحور Y إذن النقطة تقع هنا النقطة الأخرى 5.4 إلى اليمين 1, 2, 3, 4, 5 ثم إلى الأسفل 1, 2, 3, 4 النقطة الثانية هنا إذن بالتاني يكون الخط بهذا الشكل الآن يمكنكم أن تجدوا معادلة الخط بداية جدوا ميل الخط تذكروا أن معادلة الخط هي Y يساوي M في X زائد B حيث M ميل الخط وB نقطة تقاطع الخط مع المحور Y جدوا قيمة M M يساوي دلتا Y على دلتا X أي التغير في Y على التغير في X ويساوي قيمة Y في نقطة النهاية ناقص قيمة Y في نقطة البداية أي Y2 ناقص Y1 وهو التغير في Y وفي المقام لديكم قيمة X في نقطة النهاية ناقص قيمة X في نقطة البداية أي X2 ناقص X1 وهو التغير في X يمكنكم اختيار أي نقطة من النقطتين كنقطة البداية والأخرى كنقطة النهاية افترضوا أن هذه نقطة البداية وهذه نقطة النهاية الآن احسبوا التغير في Y قيمة Y عند نقطة البداية تساوي 6 وسالب 4 عند نقطة النهاية هذا هو مقدار التغير في قيمة Y يمكنكم حساب التغير بسهولة على الرسم عندما تنتقلون من 6 إلى سالب 4 تكونون قد تحركتم بمقدار 10 جربوا أن تحسبوا التغير من المعادلة سالب 4 وهي قيمة Y عند نقطة النهاية ناقص 6 وهي قيمة Y عند نقطة البداية هنا Y2 عند نقطة النهاية وهذه Y1 عند نقطة البداية سالب 4 ناقص 6 يساوي سالب 10 إذن التغير في Y يساوي سالب 10 انتقلوا الآن إلى التغير في X عند نقطة البداية X يساوي سالب 1 وعند نقطة النهاية X يساوي 5 لاحظوا أنكم انتقلتم من سالب 1 إلى موجب 5 أي أن التغير في X يساوي 6 الآن جدوا التغير في X عن طريق معادلة قيمة X عند نقطة النهاية وهي X2 تساوي 5 وقيمة X عند نقطة البداية تساوي سالب 1 لديكم إذن في المقام 5 ناقص سالب 1 ويساوي 5 زائد 1 ويساوي 6 هذا يعني أن الميل يساوي سالب 10 على 6 اقسموا البسط والمقام على 2 ليصبح الميل سالب 5 على 3 ارجعوا إلى معادلة الخط وعودوا قيمة الميل مكان M يصبح لديكم Y يساوي سالب 5 على 3 في X زائد B لاحظوا أن ما زال عليكم إيجاد قيمة B أي نقطة التقاطع مع المحور Y حتى تجدوا المعادلة عاودوا قيم X و Y من إحدى النقطتين حتى تجدوا B خذوا مثلاً النقطة سالب 1.6 وتذكروا أنه يمكنكم أن تعاودوا النقطة الأخرى كذلك من هذه النقطة عند X يساوي سالب 1 ويساوي 6 تصبح المعادلة 6 يساوي سالب 5 على 3 ضرب سالب 1 زائد B لاحظوا أنكم عودتم قيم X و Y من النقطة في المعادلة الآن يمكنكم إيجاد قيمة B إذن لديكم 6 يساوي 5 على 3 زائد B اطرحوا 5 على 3 من الطرفين الطرف الأيسر هنا ومن الطرف الأيمن هنا 6 ناقص 5 على 3 يساوي 18 على 3 ناقص 5 على 3 انتبهوا أن 6 يساوي 18 على 3 ويساوي 13 على 3 13 على 3 إذن B يساوي 13 على 3 الآن أصبحتم تعرفون مين الخط ونقطة تقاطعه مع المحور Y تصبح المعادلة Y يساوي سالب 5 على 3 في X زائد 13 على 3 اكتبوا القيم بصيغة الأعداد الكسرية 13 على 3 يساوي 4 و1 على 3 هذه نقطة التقاطع مع المحور Y وتقع هنا وهي النقطة 0.13 على 3 أو 0.4 1 على 3 الميل يساوي سالب 5 على 3 ويساوي سالب 1 و2 على 3 لاحظوا أن انحدار الخط إلى الأسفل لأن الميل سالب وهو أشد انحداراً من خط ميله سالب 1 وأقل قليلاً من خط ميله سالب 2 لأنه يساوي 1 و2 على 3 هكذا تكونون قد انتهيتم من حل التمرين ترجمة نانسي قنقر